أكلها مغزية وكلها فوائد وحاجة كده زي ما بنقول بالمصري ترم العظم النهاردة هنتكلم عن الكوارع الكوارع هي مصدر غني جدا بالكولاجين وكمان بالبروتين وبي فيتامين بي 12 وفيها نسبة عالية من الزينك والكابر ومليانة فوائد طيب رقم واحد خلينا نتكلم عن الكولاجين وكلامي موجه للبنات لأن الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لنا عارفين إن الكولاجين هو مكون طبيعي من مكونات البشرة وهو اللي بيدي المصدر الصحي والممتلق كمان لبشرتنا وفي دراسة عملت على 69 سيدة عمرهم من 35 ل 65 سنة أثبتت إن لما البنت أو الست تاكل طعام غني بالكولاجين ده بيفرق جدا في صحة البشرة وكمان مرونة الجل يبقى الكولاجين بيلعب دور مهم جدا في الجسم لأنه هو بيساعد على نمو الخلايا الجديدة وبيدي مرونة للجلد وكمان هو بيغطي الأعضاء الداخلية وبيساعد كمان الدم على منع التجلط يبقى أنا دلوقتي أعرف إزاي لو نسبة الكولاجين قلت في جسمي هنلاقي بدأ يظهر التجعيد والجلد بدأ يترحل وبدأ كمان يظهر تأشير في الجلد هنلاقي إن المفاصل بدأت تتعب وبدأ يكون في ضعف في العضلات ده هيزبقى ظاهر جدا ونسبة الكولاجين بتقل كل ما بنكبر في العمر طيب أنا دلوقتي لازم أعرف برضو إيه الحاجات اللي ممكن أعملها ده بتقلل لي نسبة الكولاجين جدا في جسمي ده معا التعرض لأشعة الشمس الضرة وكمان التدخين وأكل كربوهايدرات ودهون بنسبة كبيرة ده بيقلل نسبة الكولاجين في جسمي طيب أنا دلوقتي عايز أكل أكلات أو أعمل حاجات تزود لي نسبة الكولاجين في جسمي أعمل إيه؟ خلينا عارفين إن نسبة الكولاجين اللي موجودة في الأكل مش كلها الجسم بيقدر يستفيد بيها لإن في بعضها طبعا بنفقده أثناء عملية الهضم ولكن الأكلات الغنية بالكولاجين بيبقى فيها بعض العناصر زي الزنك والنحاس اللي بتقدر إن هي تساعد في إن الجسم يطلع الكولاجين الطبيعي اللي هيزهر علينا في عضلات أقوى ومفاصل وأربطة أقوى وكمان صحة البشرة وده بيأثر بشكل طبيعي جدا وشان كده البنات دايما زي ما تكلمنا بتهتم بالكولاجين عشان هو زي ما بنسميه بوتكس طبيعي